عبد المولى عاشت مدينة العيون اليوم حدثا مهما وهو تدشين قنصلية عامة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد تاسع تمثيلية دبلوماسية خلال مدة لا تتجاوز السنة ضعنا في صورة هذا الحدث البارز هنا مقر القنصلية العامة التي تم افتتاحها لتصبح سادسة عشر على المستوى الأقارم الجنوبية التي يتم افتتاحها كتمثيلية دبلوماسية من المرتقب أن يتكون الطرفان يعقدان ندوة صحفية الآن بمقر ولاية الجهة من أجل تسليط مزيد من الأضواء على هذا التعاون الدبلوماسي الذي يكرس المتانة العلاقات بين البلدين ويعزز مسار التعاون في القضايا الكبرى دولة الإمارة العربية المتحدة تدعم سيادة الدولة المغربية على أقالمها الجنوبية والمغرب كذلك يدعم القضايا المصرية لدولة الإمارة العربية المتحدة هذه العلاقات الدبلوماسية المتميزة تكرسها أيضا علاقات اقتصادية أخرى متميزة حيث تعتبر دولة الإمارة العربية المتحدة من الممولين الأساسيين لمجموعة من المشاريع التي تجاوزت 81 مشروعا منذ 1976 كذلك دولة الإمارة العربية المتحدة تعتبر أول مستثمر عربي في المغرب بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار فهذه العلاقات المتميزة يرتقب أن تتكرس أكثر بمزيد من الاستثمارات هنا ترش أخبار على استثمارات مرتقبة في الأقالم الجنوبية للمملكة وهذا كله سيفتح المجال أمام نافذة أخرى لدعم السيادة المغربية في محيط ثاني وهو القارة والآسيوية دولة الإمارة العربية المتحدة من المعلوم لها وزن على الصعيد الدولي في صنع القرار الدولي وفتحها لقنصلية عامة هنا بمدينة العيون ما هو إلا تكريس لواقع يقول بأن المغرب له سيادة على أقالمه الجنوبية طبعا ربما حاليا هناك طرفان كما أشرت هناك ندوة صحفية في هذه الأثناء بمقار ولاية الجهة سيلقي فيها الطرفان مزيد منها الأضواء على هذه الحيثيات فتح هذه القنصلية وكذلك على استشراف المستقبل العلاقات المتميزة بين البلدين مفدنا إلى العيون عبد المولى بوخريس شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر